جورج نحن كلنا سمع و بكل شوق حابين نسمع معك ونعيش معك هذا التموانياج مرسي جاد بدي جارة بعمل نشاري لسكرين بس قلولي إذا هم تشوفوا شايفين الصورة؟ ايه اوكي عظيم في كم صورة بدي فرشيكون إيها أنا عم بيحكي بالتموانياج بس بدي بلش بهايدي الصورة يسوع فيت على أورشاليم وهيدي الصورة كان دائماً يعطيني إيها المرشد تبعي كان يقلي يسوع فيت على أورشاليم وفات على الأحمار ووقتاً فات يسوع كانت الناس مبسوطة فيه وعم بتزقف وعم تهلل وبقصان الزيتون بس كان يظل يقلي المرشد كان يقلي دايش بدو تكون هالأحمار أحمار ليفكر إنه الناس عم تزقف له فبس بها التموانياج بدي أطلب منكن شوبتكن بالأحمار خلوا عيونكن على يسوع ووقتاً جاء الطلب مني أعمل تموانياج تردد كتير صراحة ما كم دي أعمله لسببين أول شي أنا ماني كتير شاطر بالفارتاج يعني بعيش حياة روحية بعيشها بريفية مش هين علي شارك بالقصص اللي بتصير معي والسبب تاني والأساسي إنه صار فيه تموانياجات عن جد كتير حلوة وكتير قوية على البروك والحقيقة أنا ما عندي قصة يعني هلأ رح أخبركم ما فيها التحول الكبير اللي صار معي لأنه من أنا وصغيرة رح كانت باعتبر حالي قريب بقى هلأ التموانياج رح أعمله رح أصمته قسمين لقسم الأول والأكبر هو رح جرب تخبر شوية صغيرة عن علقته مع يسوع وكيف تطورت بعليقته مع يسوع والشقف الثاني اللي هي الأصغر يمكنك عشر دقائق بالآخر بدأ أحكيكم شوية صغيرة عن طريق الدعوة فبلش حاطت هون صورة صورة العذرة حملية سوع هيدا الصورة كانت على باب قدتي وقتا كنت بلبنان وقتا جيت على أمريكا كمان أخدت معي هلأ على باب القودة هون وعم حطا ما أفرجيكم هيها لأنه بقلكم إنه من أنا وصغير من أصغر ما فيه كون عمر يعني ما بتذكر ولا فترة إلا ما كنت كتير قريبا من العذرة وما بعرف كيف العلاقة بلشت وما بعرف كيف تطورت بس بعرف أنه من أول السوبينيرات بتذكرهم بتذكر أنه كانت هي موجودة بحياتي وموجودة كتير أنا مثل الكتار منها على الزوم خلقت بعائلة مسيحية خلقت بلبنان أهلي كانوا يحبوا بعضهم كانوا يهتموا فينا كانوا يحبونا كتير عايشنا فترة حرب بس حقيقة نحنا كأولاد ما كتير حصينا فيها يعني أنا ما بتذكر عايشنا فترة شدة أو صعوبة أكيد أهلي قطعوا بقصة صعبة كتير بالحرب بس نحنا كأولاد كنا كتير كتير محميين منا كنا كانوا يخضونا على القديس كانوا يجربوا ما كنا كتير نحب أنا وخيه خيه صغير كان بعد ما خليه يقول بس ما كنا نحب كنا نجرب نهرب قد ما فينا بس كنا نروح من الوقت للتاني بس بتذكر فيه وقت حادسة صارت معي بالمدرسة كان على يومين ثلاثة كانت عم تعجو كتير صار يوصل الأوتوكاري ووصلنا بآخرين بعد الصف بقى بصير الشوفار يقطع علينا كتير كتير بكير صارنا نوصل على المدرسة ساعة سبعة نحنا صفوفنا ما تبلش للثمانة بقى كنت أوصل وأتجر يعني واحدة بالكور ما في حدا أحكي معه اكتشفت انه فيه قداس الصبح هيدا عم بحكيكم يمكن على عمر العشرة أو على 12 سنة هكشي وتعودت ان نروح كل يوم على القداس وضلت نروح كل يوم على القداس بالمدرسة لحد ما تخرجت من المدرسة هلأ كنت عم قلكن انه كان عندي علاقة كتير قريبة مع العذرة وبدأ أعطيكم اجزامبل كمان يعني هيدا ولد عشر سنين بتذكر مرة كنت عم بحكي أنا وكوزناتي وبيسأل حدا من كوزناتي بيسألنا بيقول إذا بتتمنوا تكونوا مثل شخص انتوا على كبر مين معقول هالشخص يكون وتذكر وقتا كل حدا جواب شي يعني حدا قلبي وحدا يسمى شخصية بس بتذكر أنا بلا ولا ولا أي تردد قلت العذرة يعني ما كان في ولا ولا سؤال براسي وكمان يعني ولد عشر سنين شو قديش فهمنا من اللي عم بحكيه بس هون هيك كان قلبي بهالمحل وهيدا كانت هالآن كانت العذرة مهمة لألي حتى بهالعمر ومن هالعمر كمان كان عندي رغبة كتير كتير كبيرة ان يروح على ميديوغوريا وكنت قاري عن ميديوغوريا وحافظ قصة ميديوغوريا بس حقيقة بالتسعينات يعني بالأول بعد ما كانت خالص على الحرب بعض الظرف ما كان كتير منيح البلد أي من حرب الظرف الاقتصادي ممكن مش كتير منيح ما كانوا بالوارد أهلي انه يبعطوني وبعدين بس فتت وبس بلشت ميديسين الميديسين تاكل كل وقت الشخص يعني فبس فتت بالميديسين كمان ما عدت كتير بهالوارد وصلت على اخر الميديسين كانت بلش وقت التخصص صرت عم تطلع لروح سفر على امريكا صرت بدي ادرس لفقوصات امريكا بدي روح واجي اعمل الالكتبز وكل هالخبار فكمان قطع وقت طويل وبعد هالرغبة وبعد ما رحت على ميديوغوريا بعدين بس صرت بامريكا وبس صرت عم متخصص صار عندي جمعتين ثلاثة فرصة بالسنة كمان انزل حطهم لشوف اهلي فيهم فصار الوقت يركل وبعدها عيشي هالرغبة بقلبي وبعد ما رحت على ميديوغوريا في شغلتين كمان بهالوقت كانوا اساسية ان كت عم بكبر فيهم كت عم بكبر بعلاقتي مع الله وبعلاقتي مع العذرة بعد تحديدا اول شي بتذكر ببرمير اناي دو ميديسين بيطلبوا مننا نعمل هيك مثل اكسبوزي بيكونوا عم بيعلمونا نقدم يعني نعمل البرزنتاتيون وبتطلع تلميزة ببرمير اناي اللي عن جد كنت شفتها كتير كتير جريئة بوقتها بتطلع تعمل البرزنتاتيون عن ميديوغوريا وبتقعد بتحكي ثلاثة ارباع الساعة دم صف ستين تلميز اتدعو ميديسين يمكن عشرين منه المنو المسيحية حتى بتحكي عن ميديوغوريا بتحكي عن الفويان بتحكي عن الاكسبريانس السنتيفيك اللي نعمل عليهم بتحكي عن السكرية بتحكي عن خبرتها هي بميديوغوريا وبتجيب للكل سابح مباركة من ميديوغوريا وبعتقد انه لازم تكون عارفتوا من ايه اكيد باميلا وياللي هيك من هاللحظة بلاشنا انا وباميلا نصير اصحاب باميلا اليوم يمكن اختي سبيرتويا المام ممنفشي ولا فشخة غير ما نكون مع بعضنا فيها الصورة عم فارجي يكونيها في باميلا ودانيالا وكمان الناس من الكتير اقراب عليها جيال كنا طالعين سواع الكريزي فاق هذه بس رجعنا رحنا عميديوغوريا بس بكل حوالي عملكون هالشي لانه اول شي كانت هالحب اللي عندي هاله العضرة كانت عم يخلق لي صداقة كتير قوية وبها الكمي قيلي عمليتها باميلا رجعت كمان كتير ولعتني بالرغبة ان نروح على ميديوغوريا اكتر واكتر واكتر بس بعد ما كنصار الوقت المرحلة الاساسية اللي كانت صارت بحياة سبيرتويل اني اسمعت بالكونسكراسيون تبع مونفور موفار هو إديس فرنساوي كان كتير متعبط للعذرة وكتب كتاب على كونسكراسيون تران ترواع جور يلي هنه 33 يوم صالة وصوم بإخرون الواحد بقدم فيهم حالو لا يسوع عبر إيدان العذرة وهالكونسكراسيون بساريت عندها شوية كمان عرفت إنه جان بول دو كان يحكي فيها بشكل كتير كبير وكان يحكي سبسيكما بيقول قداش كان التورنان كتير أساسية بحياته فعملت لهالكونسكراسيون وكانت نفس الشي اللي قالي أنا ترنوه كتير كتير أساسي لأنه هالكونسكراسيون هي اللي رجعت عرفتني على يسوع يعني أنا لحد هاللحظة كانت علقت مع العذرة بس ما كان عندي علاقة كتير قوية مع يسوع بعد بس إيماني إنه من عبر هالكونسكراسيون بلشت تفتح شوية علقته فيه ورح أقلكون كيف الخبرية إنه من بعد سنين وسنين رجعت زبطة معي أني روح على ميديوغوريال هايدي كان سر عمره بالدوميلسازي يعني كان سر عمره بواحدة وثلاثين أو اثنين وثلاثين سنة أخيرا يعني بعد سنين عم أجل بالسفرة ومش عم تثبط زبطت السفرة على ميديوغوريال وهنا أنا أكيد كنت كتير كتير مبسوط بس بقلكم إنه كنت رايح بعقلية وبنفسية شوي غلط لأنه رايح سايح يعني رايح بدي بدي شوف الميراكل وبيدي شوف الشمس عم ترقص وبيدي أحضر أباريسيون وبيدي كون موجود بس والعذرة تظهر وكل هالأسس يلي يمكن هيك إنه موفمان حلو من القلب بس بنفس الوقت إنه ميديوغوريال ما نقصت أباريسيون في كتير أكتر من هيك بس بهالوقت بعد ما كنت فهمينه فوصلت وأول يومين متل ما أنا عمل لكم طاية وسايح وما رجعت صح حالي إن يكون موجود بأباريسيون وزعلت كتير صراحة بالأول بالأخص يعني لأنه كان صار لي فوق العشرين سنة ناطر هالسفرة وبرضو مطلع لأباريسيون حلق فين لكم بعدين قدرت من موجود بأكتر من أباريسيون بس بلحظتها ما كنت حاضر بعد بس اللي صار كان كتير كتير أهم من أباريسيون لأنه بميديوغوريال أول مرة صار عندي أول راكونتر شخصية مع يسو اللي راح على ميديوغوريال بيعرف الوقت بالجروب بياخدونا على الأوازيز وهونيك في الرهبين تبع سور إمانويل في واحدة من الرهبات عملت معنا إجزارسيس دو ميديتاسيون يلي هو هيك مثل أوريزون بيير كنتمبلاتيب الفكرة أن الواحد بيغمد عيونه وهيك بيجرب يفوت على قلبه يعني بينزل على درج بيوصل على قلبه بيفتح باب معين بيصير بيجنينة يلي هو الجاردان سكرى دو كور اللي بيسموه بالبير كنتمبلاتيب وبيصير عم بيستعمل الصور ليعبي راسه صور ستكون ماشي بها الجاردان وعم تتخيل الجاردان والسور عم تعمل هيك عم تصف لك وانت عم تجرب بيشوف الصور اللي نحنا ماشي فيها بالآخر الواحد بيوصل لمحال بيتخيل يسوع وبيشوف يسوع وبيحكي معه عملت أنا أول مرة هيدا بالجروب وما كتير حسيت فيها لأنه بتعرفوا يعني وقت بجروب التلفون عم بيدق حدا عم بيوشوش يعني ما كان كتير الجو بيساعد بس حسيت أنه يمكن فيه شي هالصلاة يلي هيك شيء لتحاول يعني شيء لازم موحد يطلع فيه شوية أكتر بالعمل رحت الليلتها كتبعني مديوغورية رحت وعدتها ب ريكع قدام القربين بالأدوراسون اللي بيعملوها بالفلاس بي مديوغورية وعادته نفس الشي رجعت كمال فتت بالجو بالإكزرسيس وانزلت الدرج وفتت على الجردان وتخيلت ومشيت وعبت راسي بالصور وعن جد مركز وفيت بالجو وصلت وشفته لأي صوت خيلته شفته عبدته والصلاة سكتت وقلت بدي شوف إذا يسوع هو رح يحكيني وهون أول مرة كانت بسمع فيه هيك صوته فعلاً بسمع صوته يلي كان صوت داخلي مثل همسة مثل توشوش بس كان عم بيقلي I will be there I will be there أنا رح كون موجود وكان عن جد كانت لحظة كتير قوية يعني كانت أول مرة عم حس يسوع عم يحكيني بشكل مباشر يعني كان لحظة كتير 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 قوية وقلت خلص أنه فيه شي بها الطريق الصلاة يلي يلي مختلفة يلي مش مثل اللي أنا معاوها تصلي وعن جد لازم أن يبلش وانتزم بالأوريزون أكتر وأكتر الحكي هاين بس فيه وقت البراتيك والديسيبلين مهمة للواحد يقدر يعملها فيه نقلكم من الدميل الساز وقتها أول مرة سرماية هاللقاء لحد بعد سنة تقريبا جرب أعمل أوريزون يمكن بالسنة كلها عملتها أربعة أو خمس مرات ليش لأنه كنجرب أعملها قبل منام قبل منام كن راجع من الشغل يمكن تعبان رأسي مشتت يجينا التليفون نظهر يعني كان فيه مئة سبب بس ما كنتقدر حط وقعد أعملها مثل ما كان عن جد مئة أني قعد وأعملها لحد ما بلشت شوية صغيرة يعني مثل بيتزاكع على حاله وبيفهم الليميتاسون طبعه طيب أنا مش رح تثبط معي أعملها بالليل لازم التزم فيها بوقت يقدر التزم فيه فبلشت أني أعمل الأوريزون طبعي قبل ما أنزل على الشغل صار بقطع على الكنيسة قبل ما أنزل على الشغل بعمل الأوريزون بقدس وببنى رائع أو حتى بنص نهار إذا عارف نهاري كيف بس صار وقتنا مبرمج يعني ما بقى هاتو بس إجي قبل ما نام صار عندها وقت من هون وهون بلشت بلشت تتطور العلاقة بشكل كتير كتير كبير فيني أقلكن أنه بالأول كتير صعب واحد يعمل أوريزون حتى تستعب كتير أني أعمل أوريزون يعني كتقعد خمس دقائق حس أنه هالخمس دقائق ساعة يمكن لأنه ما نمعوض على السكوت يعني أقعد بدي جرب رو بس مئة شغلة على راسي كل النهار اللي بدي أشتغله شو صار بالنهار تليفون مئة شغلة شو ما كان يجي على راسي بس ما قدر أحصر وبعدين مع الوقت شوي شوي بيصيرو هيك هالأصوات بيروقو 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 وبيبلش ينفتح هالأسفاس يلي ربنا فيه يشتغل فيه فشوي شوي هالخمس دقائق صرت تحس بدي شوي أكتر عشر دقائق برجع ربع ساعة وهلا اليوم أواعد فينا عاد ساعة وقوم وبكون بعدنا بعدنا عشان وحاسس الدنيزي قعد أكتر سنترس دوليزيو كنت تقول أنه هي لابريير الديلات لام ولكل يستطيع رمبير ديو وفعلا هيك كلما الواحد يقعد ويفتح إسباس كلما تكبر وتكبر وتكبر الكاباسيتاء على أن يتسع من الله وأنا هذا اختبرته بالأوريزون بشكل كبير وعمقلكم أنه بالأول صعب الواحد يلقط حتى حتى إجزامل ما كانت تثبت معي لأنه أنا بتعبعي شوية حويس يعني إذا خلص الدايس بعد خمس دقايق ست دقايق بعدين خلص بدي قوم عارف حالي بدي روح فصرت أعملها قبل الدايس لأنه عارف حالي ناطر الدايس يعني ساعة البوصل رحضا لني قاعد للدايس فبس هيك تقلكن أنه كنت عم بشتغل بالليميتاسون طبعا اللي بعرفهم لإقدار أوصل على محل أني قول هذا وقت مسكر للرب ووقت مسكر بدي أععد أنوية فيه وبدأ أعطيكم هون بس هيك كم إجزامبل شو يعني أوريزون لأنه بالأوريزون الواحد في عيش حيال للحظة بيتخيلها وبدأ فرجيكم كم صورة يلي أنا قدرت عيشهم بالصلاة وبالأوريزون فهلأ نحنا طالعين من الميلاد مثلا تخيلوا حالكم لقطين الطفل يسوع وحبتينو على ألقكم قاعدين بن يوسف مار يوسف العدرة وهيدي نص ساعة مثلا بهال پوزيسون هايدي أوريزون أو تخيلوا مثلا عم تاخدوا مشوى أنتو يسوع على المي مثلا هايدي كمان أوريزون أو هايدي صورة أعطتني إياها واحدة من أصحابي اللي بليها كتير كتير حلوة جاس بنت صغيرة عم ترغس هي ويسوع كمان هايدي نص ساعة وهيدي أوريزون أو تقعدوا أنتو بالجردان مثلا أو تتخيلوا حالكم ولد وتشوفوا عبدكم بس تدلكم بها الوزيسون معه وقت معين ما في شي حكا مدرور شي حكا بس تقعدوا دون سا بريزانس هو لأتكن انتو لأتينو هايدي كمان مثلا أوريزون أو تخيلوا حالكم حال مار بترس وتخيلوا يسو عم ييجيو عم بيغسلكم إجريكم أو تخيلوا حالكم محل مريم انتو عم تغسلولو إجري بدموعكم أو حتى تخيلوا عم ييجيو عم يفتحلكم عيونكم وريزون فيكن تكونوا قاعدين محل توما عم تحطوا أصبعكم بجرحه بجرح الرحمة أو حتى فيكن تقعدوا فيه مع يسوع القيام ويسوع المجد كمان هلأ ليه عم فرجيكم يهون كلهم هالصور هدي صور أنا كلها عاشت بالأوريزون وهيدا يمكن بارتي كتير صغيرة من القصص اللي عاشت بالأوريزون بس اللي عم لكم وعم شرب فرجيكم يه انه وقت بلشت أعمل هالنوع موصلة في شي غير كتير 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 أساسي بحيات الروحية يسوع ما عاد فكرة يسوع يسوع صار إله حاضر حي إنسان موجود بياخد وبيعتماعي وعم يتشارك معي وعم يتشارك معه صار عيش بحياتي والأسس هلأ صار اللي يمكن ما بعرف خمسة أو ست سنين بعمل أوريزون بانتظام وفي هك كم فكرة أساسية يلي حاب بشابتكم معه من القصص يلي أنا تعلمت بالبريير واللي تعلمت من هالوقت الأوريزون وأول شغلي هي كتير أساسية إنه ربنا بيحكي وربنا رايد يحكي والواحد مضروري يكون قديس ومضروري يكون كتير سبيسيال لربنا يجي ويحكي معه هو طالب العليقة مش نحنا الطالبين العليقة هو اللي عم بيبادر مش نحنا اللي عم بيبادر يعني أنا بس كنت روح عم صلي أوقات إنه هل عم روح عم صلي لشوف إذا ربنا موجود أو ربنا بده يسمعلي أو يستجبلي إنه مثلا تروح بدق على الباب يمكن تفتح للعضرة بتقول لي سوريا صعب الحمام رجع بعد من الساعة إنه أكيد لا أنا عم روح عن شخص هو اللي نطرني وهو اللي راكد وراي وهو اللي عم يسعى وراي وعم لكم هالشي كمان لأنه بس أنا اقتنعت إنه هذا شي مظبوط صار بدي أتعلم إنه إسمع صوته وبدأ أتعلم إنه أعرف هو كيف عم يحكيني وكيف عم يحكي بحياتك ويمكن يحكي كل إنسان شكل يعني إخير تنهال هار يسوع رح ياخد الشكل اللي هو مفتاح كل قلب يمكن يحكيني أنا غير ما يحكي جاد غير ما يحكي زينا غير ما يحكي بس هو ساعي ورانا وهو ساعي يحكيني وبدأ أعطيكم بس كم أعطيكم كيف في محلات معيني أعطاني الكونفيرمassion اللي يفرجيني أنه عمي ساعي يحكيني بتذكر كنسر لفترة عم بعم الوريزون وتعرفوا يلي شوي بيعرف أو بيعرف أكتر عن الموضوع يعني الإنسان بحياته روحية بيقطع بدي پريود د كونسول يلي بيكون عم بحس بوجود الرب كتير قوي بحياته بيكون عم الصلاة بيموسيون فكنت أعطي أنا بفترة ديزولاسون طويلة شوي كنصر لشي شهر أو شهر ونص وأنا مسابر بالصلاة بس ماني عم حس بشي بيجيني يسوع بصورة يلي كانت كتير شخصية لقليل بوقت رح يكون لاش بس الصورة كانت قاعد أنا ويا على صخرة وعم نتفرج على السماء بالليل على نجوم وكانت كمان صورة كتير شخصية لأنه أنا شي كنت حب أعمله كتير أنا وصغير يعني في لبنان بتعرف هين الواحد بيطلع بالجبل بيطلع سمن بين قدامه السماء كاشفة كل نجوم بأمريكا كان صار لي كذا سنة هون عايش بمدينة في ضو كتير الطاقص أصلا ما بيساعد بتطلع طلوع ما بشوف شي فكت عن جد طالب إني وعم جرب إني لقي محل يكون شوية بعيد لقد الروح وقعد هايك ساعتين ثلاثة بس اتفرج على السماء فبيجيين به هالصورة الشخصية يلي هايك تعني لقالي أنا كتير وكت عم شارك مع المرشلد الروحي كت عم قل له ليك هايك 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 وإذا بقلكم هي الصورة نفسة مية بالمية مثل ما كنت شايفة وهون أنا أول رد اتفعل كنت عم لأ المرشل قلت ليك اكيد مفرجان ايها انت قبل مش معقول ما كنت شايفة هايك صخرة نفس مش معقول اكيد انت مفرجان ايها وتذكرها يعني ما كنت عم قول انه يمكن الروح حكياني متل ما حكي حدا تاني بنفس الصورة لا كنت اكيد شايفة هيك فكرت بس انه كانت بعضها شخصية وبعضها كانت مهمة لقلم بعد يوان ثلاثة على الخبرية بلاقي كوزينتي جاية جايبت لي هالصورة نفسها بي تابلو بي كادر على هيك كوزينتي ما انا عارف شي من الخبرية بس هيك حبت تفكر فيني شايفت هالصورة تذكرتني ام جبتها وحطتها بي كادر وهيك كان لقلمة بوقتها عم خبركم هيك تقالكم انه بيصير بالمحلات يلي يلي الشك عم بيفوت براسنا بيصير ربنا وقات بيعطينا مثل تأكيد ليقول انه لأ انا عم عم بعطيك شي لقلك انا عم بسعى اني احكيك بطريقة معيني وهون الشخص يلي يلي بها الفترة كان عن جد كتير 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 مهم لقلي هو كان كان جوال لانه جوال من الناس يلي كانت موجودة لقلي بها الوقت وكانت عم تعمل معي البرتاج طبعا الصطة هي وعاطتني كتير باليداسيونات بمحلات كنت عايزها تأتعود اني اني صدق خيالي لانه بس بس تبلشوا بالأوريزون بتبلشوا بخيال بس تلواحد يتعلم يصدق شوي هالخيال اللي عم يشوفه ويعمل ديسترنمان ليعرف وين الرب عم يحكيه وين لا هيدا كانت اكتمرحلة كتير اساسية وانا هيدا الكريدي كتير كبير بيروح لجوال وللصداع اللي عديها انا ورغيال سو هيدا اول نقطة النقطة تانية يلي كمان اتعلمت بالأوريزون هي قصة اليدانتيتا بس كنت عم كون قاعد انا وياه كان وجوده عم يكونه عن جد كتير قوي وكان عم يكونه معباني وحسيته شوي شوي عم بيقشر لي كل هالقصص يلي كنت فكرها شقفة ما بتتجزق مني رح اعطيكم كما اكزامبل مثلا انا اكتر شغلي كنت بفتخر وبيعتزز فيها اني انا لبناني مثلا بس وقتا كنت قاعد معه انه مش موجود الكنسابت خالص انه شو لبناني ما على طعمي كل القصة يعني ما تفهموني غلط انا بحبه كتير لبناني وبعدني بس مش هاليدانتيتا تباعي مش هدا اللي بيعمل الديفنيسيون او مثلا شو انه حكيم مش قاطع او شو بعد بدأي لكم اكتر انه يعني ولا شي من اللي بيعمل الديفنيسيون اللي انا كنت مفكر وبيعمل الديفنيسيون مش انه انا مسيحي انه شو يعني مسيحي بالمنطق اللبناني انه انه ربياني بكسرواني وبحكي فرنساوي انه كل الاسباتك التوريل طبع المسيحية كمان يعني انا الابال طبعي وطبع كل واحد منه مش انه نكون مسيحية انه نكون مسيح نحنا نحن نتو وهالشي بها القعدة اللي بيوجوده بلشت اني شوفه بشكل كتير كبير لمحل معين وصلت لقلو حتى يعني وجوده قوي لدرجة ومع بالي لدرجة قال له طب يا ربي لحظة شوي أنا مين؟ يعني حتى اسم جورج ما بحثه اسمي بدك تقول لي مين أنا؟ وهون كانت كمان مرة تانية هيك بسمع مثل همسة مثل صوت داخلي بيقول لي You are mine You are mine أنت إلي على هون بدأ استشهد بشغلة صغيرة بتموانياج زينة مثل ما علي زينة بأعتقد بلشت التموانياج قالت أنه هي دمعت هينة تبكي ضغري فما تستغربوا أنا عاكس زينة أنا رأس كتير كبير وكتير صعبة ليا حتى حالي موقف ضعف يعني أنا بموت ميد موتها قبل ما فرجي حدا أني عم ببكي ربع دمعه بس فينا لكم نهارتها مش إنه كي صرت مام صحي بس لكم قداش قداش وجود كمان كان قوي وقداش هالدفنيسون طبعا الإدانتيتي رجعت وصارت صارت هي الأساس اللي هي فعلا هو تالت شغلة كمان اللي أتعلمتها هي قصة كلام الرب نحنا طبعا نعرف أهمية الإنجيل ونحكي بكلام الرب بس أنا كنت دايما أنسى إنه الكلمة هي منا كلمة مكتوبة الكلمة منا نص الكلمة هو شخص الكلمة هو يسوع الكلام يعني الإنجيل بلا يسوع ميت هو يسوع الكلمة اللي بيحيي الإنجيل فبهالعلاقة اللي بلشت بيني وبين يسوع صرت صرت أفهم الإنجيل وصار يفوت بقلبي بغير طريقة وبدأ أعطيكم هون كم مثل مثلا بيقول بيقول يسوع أنا الكرمي وأنتو الأخصان طيب أنا من بقت طبعا ببلشت أعمل أوريزون اليوم بعرف إذا رحت يومين وثلاثة وأربعة ما عملت أوريزون ببلش أرجع غير يعني بيبلش يليق خلقي ببلش تخفى الباسيانس طبعا بيبلش يخفى الحب اللي بقلبي بحس فيهم مباشرة بحس حالة مثل اللي انكسره وعم بيبلش يدبل أو يموت فهيدي مثلا مثلا كلام الرب اللي يعيش بحياتي بشكل كتير مباشر وكتير مختلف أكتر شغلة تانية كتير أساسية كمان اللي هي الغفران يعني بتاعر تحنا يسوع بيقلنا يلي دربك على خدك اليمين در له خده الشمال آي إنه مظبوط بس كمان يعني حلو الحكي كتير هاي إن واحد يقول عمول أو متعمل بس كتير صعب اللي غير معي إنه أنا اليوم بس جيت وبالأوريزون وبالصلاة وقفت قدامه وقفت قدامه يعني مزلط وقفت قدامه ببشاعته وقفت قدامه بخطيتي وشفت الحب والرحمة اللي لقيت بها اللحظة بها المحلات البشعة اللي أنا بعرف إنه عندي إياها بيصير شوي شوي عم تنتقل يعني بيصير بتطلع بالشخص يلي يمكن إزاني صعب إن صعب إن إحكم عليه بطريقة كتير كبيرة لأنه أنا بعرف كيف أنا تعملت بس أنا كنت غلطان فهالنظرة الرحمة اللي ربنا عطاني إياها بس أنا كنت بحاجة لقلها بيصير شوي شوي بتنتقل لعندك وأنا هيدا بيقصص كتير هيك شخصية بيقصص بالعائلة والأصحاب كتير قصص قدرت أتخطاها من ورا هالوقفة بين وبين يسوع تحت عيون يسوع عم بقدر شوفه عم يتطلع فيني وعم بيحبني رغم كل الغلط اللي أنا كنت عامل فهون كمان المساج اللي قالي كان إنه يعني الحكي هين المورال هيني بس المورال اللي منا نبع من علاقة ميتة فالأساس هو هو العلاقة هو اللي بيحيي الإنجيل وهو اللي بيحيي كل شي فعلا الرابع شغلة هي القوة والضعف كمان أنا هون بخبرتي وبيعلاقتي معه يعني وصلت لكذا كونكوليزيون بس إنه هالمواهب اللي ربنا عاطيني إياها واللي عاطيها لكل شخص هيدا منا هديته لقلي هيدا هيدا هديية العالم عبر كل واحد مننا يعني باميلا صوته حلو باميلا بترتل هيدا مش هديت باميلا هيدا هديتنا نحن اليوم كل شخص عم يسمع أو زينة مثلا نتعلم كمان هيدا مش هديت زينة لزينة هيدا 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 زينة لتلميزة يلي أنا يلي أنا أكتر مني بيعرف أني أنا ما بنحب وقتا شفته عم بيحبني هون أنا هون اتأكدت وقدرت اكثر الكذب اللي ووصل للكونكليزون ويا رب أنت ما بتحبني لأني أنا منيح وأنا ما في شي لازم أعمله لأربح حبك أنت بتحبني لأنك أنت منيح وأنت بالحب اللي بتعطيني إياه بتشفيني محل ما أنا بس صار عندي مثل مثل هيك value كبيرة لهالقصص اللي كنت ما حبة بحالي ليش لأنه عرفت أنه هي بهالمحلات خاصة بهالمحلات عم بقدر لقيه وعم بقدر صدق كيف يحبني وأنه حبه هو عن جد بلاش خامس نقطة هي الابل على سانتوتيد الوصول وهون رح لكم أنا بس كنفكر قديس كنفكر مثلا حدا مثل مارشاربل شو يعني مارشاربل يعني شخص عايش كل حياته بأسات وحده حبيس ما بيأخدوا بيعطي مع حدا من عزل بالصلاة بالصوم يعني حياة قاسية وطلع وقول إنه شو بعيدة عني هيدا إنه مش لقلي مش معقول إنه أنا أقدر كون قديس بعدين شوي شوي بالصلاة صرت شوف وفكر واتعلم إنه ما لحظة شوي مين أكبر قديسين نحن نفكر فيهم اليوم مربوتروس مربولوس وحد خينو وحد اتهدو إنه ربنا ما ننطرنا نكون نحن مناح لا يعطينا ولا يحبنا بالعكس ربنا ما رح يشتغل إلا بـ فصار بالعكس أكيد أكيد بدي كون قديس بقول لا بلا ما ترف عيني ولا لحظة مش لأنه أنا منيح بالعكس لأنه أنا وقت بقعد وبتطلع بحالي وبشوف البشاعة اللي أنا بعرفها عن حال اللي أنتو أدائشك كبير أدائشك كبير أدائشك كبير أدائشك كبير فهدي كانت مثل الـ والفكرة إنه حقيقة لحياته اللي ربنا بدون أي أدنى شك عم يخذني عليها ورح يوصلنا لها ويمكن أكتر شخص فهمة هيدا كانت مريم العدرة مع أنه مريم العدرة أكيد خلقت معند الخطيئة اللي نحن عندنا إياها بس بالمانيفيكاتها باعها العدرة بتقول بس تقول تمجده نفسي الرب وده بتهج وروحي بتقول بس بتقول ليش بتقول لأن الرب قد صنع فيها العجائب فقديش حلو الواحد يقعد على جنب ويتفرج على عمل الرب وكيف الرب بيقدر يستع عجيب فيه رغم كسره ورغم كل البشاعة الموجودة فيه هيدا كانت أول بارتيل اللي هي البرتيل الأكبر اللي بس حبيت شرككم بكيف تطورت علاقتي مع يسوع البرتيل الثانية بدي أحكي شوية صغيري عن الدعوة بعرف كتار من اللي بيعرفوني بيعرف أنا اليوم ملتزم بالكوميونوتين مثل بي كساليباتار يعني كلاييك بس أخبركم شوية القصة لو أنت بفكر أنا بالدعوة طبعي تقريبا هيدا الطريق اللي بشوفها يعني إذا بتطلعوا كلما افتكر حالي وصلت يجينا كوع يخدني يرجاي يخدني بالديركسون بالمئة بالمئة بلشت معي هالدزير للدعوة بعمر 8 سنين بتذكر وقت رجعت على البيت وقبرت وطبعا ما حدا أبضني جد وأكيد كان معهم حق يعني بس بس هيدا من هالعمر أول ما كانت بلشت معي هلا بعدين بس بلشت عمري 14-15-16 سنين الواحد ببلش يفكر شو بده يعمل الميتسين ما كانت بالحسين ما كنت أعرف شو بده أعمل كنت فكر بقصص غير الخورانة كنت فكر يمكن بشي مثل الأركيولوجية وأسترونومية شي قصص مقلة علاقة يعني وصعب الواحد يعيش منه بس ما كان عندي خالص هالأبلة الميتسين هلا طبعا كل ما يكون تلميز مع علمات المنيحة بقولوله بركي حكيم بركي مهندس بس أكتر من هيك ما كان فيه والحقيقة اللي يجيبة عندنا كونكور صعب بده درس كتير وأنا ما كان بالوارد أني قدمه وادرس له أصرف دقيقة عليه يعني ما كان بدي أعمله ما كانت هالأدمه تم بس ساعبت على سنتي أنا بيفتحه أدميسون سوردوسي أدميسون سوردوسي يعني ما بينعمل كونكور الواحد على علماته بينقبل وقدمت هون قبلت وحقيقة صار كم شغلي اللي مرح فتكن بتفاصيلكون بس حسيت أن الطريق كانت عم تنفتح قدامي بشكل كتير كتير كبير حسيت ملتك أنه العذرة مسكت لإيدي وما بدأت تماشيني على هالطريق فغمضت عيوني ومشيت وما كانت عارف حالي لما نرايح أبدا مع أنه هلأ كتير مبسوط بالقرار اللي عملته وبشكر ربي مئة مرة عليه بس بوقتها مشيت على الغمضانة ومشيت على طريق المتسين اللي هي طريق كتير كتير طويلة والدعوة بعدها براسة يعني بعدها كالكوبر أنه أوكي بخلص بشوف شو بعمل بشوف كيف بجمعهن بس أنه هلأ بلشت لازم أخلص لازم أخلص 200 سنين يعني 15 سنة عملت 7 سنين 8 سنين بلبنان لكون أخدت الشهادة اللي أخدتها بعدين قررت أتخصص بأميركا يعني صرت أروح أجي على أميركا والفقسات هونيك بس وصلت الـ تلتسنين التخصص سنتين بضهرة الإيد حالي أنا صرت بتطلع لورا الإيد صار لي قدياش 12, 13, 14 سنة ماشي على الطريق. بعدني بفكر بالبوكاسيون بس البوكاسيون محطوطة بمحل هيك لورا وناطر انه اوكي بس خلص. هلأ الرابط خلص طيب لحظة شوي. انا صار لي سنين بحكي او بفكر به هالبوكاسيون هالرغبة موجودة بقلبي. يمكن يمكن لازم حط وقت. يمكن لازم اوصل اني اصرف وقت واعطيها حقها. وقال لا ما بحياتي رح فين جايب على السؤال. رحت عملت عملت روترات هيده. يمكن كان عمرش ثلاثين سنة او تسعة وعشرين هيك شي. رحت عملت روترات بمحل بعيدة عني شي سبع ساعات سقته. ما كان ما كان بنوصل له طيارة. مع ديركتور البوكاسيون عطي ثلاثة اربعة تيام روترات. وهون بعد ما كنت معوض على الوريزون وما كنت معوض على قعدات الصلة الطويلة يعني. بس بتذكر يمكن جتني متل صورة معينة. يلي هي متل غابة سميكة 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 بالشجر. وفجأة بينقص فيها طريق هيك متل سحر ساحر يعني اللي الابستاكلات بيروحوا. واللي فهمتوا من الموضوع انه رح يجي وقت الابستاكلات رح يقشتوا من وجهة ورح رح تنفتح الطريق اللي تتنفتح. وكفت هلأ خلصت التخصص كنت كمان عن فكر انه طيب انا بعدني لازم اعمل بسرنمان اكتر لانه بعد اللي براسة منه كونكرات. فقبل ما اخلص التخصص يعني بآخر سنة بلشت اعمل براسة. قلت انه طيب انا اللي لازم اعملوا هلأ اليوم. رح خلص التخصص. بكون اخدت الشهدات اللي بدي اخدها. بس بدل ما ااخد شغل باختصاصة اللي هو الكلاوي رح جرب اعمل شغل الليل. ستة سبعة ثمانية شفتس بالشهر بس ليل. من ناحية بطلع فيه المساري. ما بيكون عندي ضغط كتير. فينا انه اعمل ماسترز بالتولوجي. وبلش انه هيك لاحق الدعوة بشكل جدي اكتر. بالقليلة بكون عم خصص وقت للديسيرنومات عارف شو لازم ينعمل. وحيسس كنت كمان انه هالطريق انه كاف التخصص اشتغل فيه كنت شوي مسكرة. لانه بوقتها ما كان فيه بوزيسون بالشغل اللي انا موجود فيه. وقلت اوكي خلص عظيم ما في بوزيسون فاتحة. وانا عم جرب اعمله لامشي على خط الديسيرنومات. ربنا مبارك. هيك بده يصير. واز اخر تكي بتسفتح بوزيسون بالنيفرولوجي باختصاصة. بالمستشفى اللي عم بشتغل فيها. وكانت عن جد درنير منوت يعني. يلي يلي منكن بره بعرف كتار منا بره. بيعرف ما حدا بيلعب بالفياز يعني. انا مضيت كنتراي لكنز ماي بيستي بتخلص بي لدو جوان. بس لا تاخدوا فكرة عادة ان الناس طمدة تقريبا قبل بسنة. بس كنت ماشي وحسيت انه مكسر كل شي في حواجز. قلت انه لا يمكن يا ربنا انت بدك كان يكون بعدني هون يعني بعد ما انك عم عم تعيت لي لارجع روح. فقلت اوكي اخدت الوزيسون. وفينا يقلكن انه بزرف سنتين اللي اخدتوا بوزيسون الشغل. كان فينا قاعد عشر سنين وما اختوا يعني الوزيسات اللي انفتحت لي كانت كتير 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 كبيرة. وهون بلا بلا ولا ايا فوس مودستيب لكم بانا بعرف حالي انه ما عندي شك بالموضوع بس في شي اكبر من الكمبتنس. انه اخير تنهار كمبتنس بلا اوكورتونيتي وبلا حظ وبلا ما لطعمة. بس وصلت حالي بعد سنة او سبتان شغل اطلع على ورا. انجا اتصار عندي قصص على السيفية اللي نعطتني اللي كان في ناقعد فاسي لما وعشر سنين وما يطلع لي عشرة بالمية منها. فوصلت لكونكلوزون عم قولت يا ربي شو بدك انه اخير تنهار انت اللي فتحت اللي الطريق وانت اللي عم توصلني. فيمكن انت هون بدك يا ني. وحطيت الفوكاسيون على جنب. انت انت هيك حسبت ليها بالطريقة يعني. وايجي التاني سفرة ميديو جوريا هايدي الالفان وسبعة عشر. هايدي السفرة غيرت غيرت كل شي. لانه بها السفرة هونيك كمان قدام الاربان. الابال كان كتير 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 اوي. وكان عندي الالسرتيتود بأرضا الفين بالمية انه ربنا دعيني لشي تاني. ربنا بعضو دعيني على بيكونسكري. وقلت بلاحظتها يعني قدام الاربان كمدي اعمل اخد الفو персонال تابعي قول انو خلاص. انا جو بفادي دفو دفو персонال دساليبا. انا تندان شوف كيف ووين بدي روح. وبوقتها بعد ما كن بعمل بعرف الكومنتي حتى. بس حسات الابال كتير اوي. بعدين ارجعت قلتي عمي لحظة انو انا صارلي عشرين سنة مع الخبرية. ما بدي اخد ارار هيك على ابتكتها يعني على اموسيون. فقلت له يا رب انا الارار يعني من قلبي بينه وبنحالي عامله بس ما رح اعمل في برسونال ما بدي اكون إلا اخدهم بجاد. فهلا انا بديو جوريه رح استفيد رح جرب اعمل روترات يومين ثلاثة. وبدي اطلب منك اشارة معيني بس لتعطيني كونفيرماسيون وهذا فعلا اللي انت عمت عايت لعليك. وهون عندي كتير هيك راتيتيود لجاد وزينا لانه هن عبرهم هن قدرت اتعرف على الكوميونوتي وحطونا خوطاقت معهم. وامانولي ان اعمل روترات معهم يومين ثلاثة. وبالكوميونوتي كمان رجعت جددت الابال يعني كان صار كتير واضح براسة. والاشارة اللي طالبة اجتني عبر واحد من الاخوة يلي وقت خبرني خبريته كان عنده قصص كتير 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 براليل بحياتي انا يعني كان فيه كذا مرحلية اللي كانوا كتير بيشبهوا بعضهم. حسيت مثل كأنه ربنا يعطيني الكونفيرماسيون. ووقتا عملت عملت الابال تابعي ورجعت عطب بعدين مع الكوميونوتي وصار لي معهم من وقتا. رجيكم هادي الصورة هادي الصورة بده من تيسات مع جوزيف وانجليكا من بيت الكوميونوتي بييطاليا. هلا انا عملت الابال وكنت خلص انه اوكي عرفت انه صارت طريقة السليبة. بعد ماني بي بالمية عارف شو الناكس تاب. انه شو الناكس تاب. هل انا رح ادرك اماركا روح على ايطاليا روح على مديوغورييش. شو بدي اعمل بعد ما كنت كتير واضحة. وفينا لكم انه الشغلي اللي هيك كنت شوي عطلتني هام انه كنت حسيت انه اهلي سبيسيفيك لي بيه حسيت ما رح يحب كتير للفكرة. بتعرفوا الاهل دايما عندهم فخر كتير بولادهم وخاصة اذا كان عندهم حدا نجح يعني. وانا كنصر لي ممكن خمسة عشر سنة عم بدرس وكنصر ليش سنتين عم بشتغل يعني. بقى حسيت انه رح تطلع كانت تقيلة علي. وانا ما كنت حبيب زعلو. بس هيك بيني وبينحالي بالصلاة بوقتها. بقل له رابي بتقل له تعرف ربي انت اليوم انا اليوم عملت معك الكميتمنت. وانا اليوم رح عيش بالسليبة. بعد ماني واضحة طريقة اذا كان لازم تكون اني انا فعلا ناقل على ايطاليا وتارك كل شي ولا لا. فطول بالك علي شوي. وانا ماني مضطرة اني كون عم عيش هالشي على العلن لحد ما تكون سبت الخط اكتر. لانه ماني حابب اخد اني باعي لبيه يعني مش مش وقته هلأ خاصة اني بعد ماني عم بيخط باع. وبيني ببينك يعني باسوأ الاحوال انه انه ماشي الحال بنترو تيموت. هلأ بيه عمره ستة وستين سنة وكان صحته بطير منيحة. وعمل تشاك اوب وما كان في شي يعني. برجع من ميديوغوريه بعد يومين بلبنان انا قطعت على ميديوغوريه من لبنان برجع بوصل على امريكا الاحد. تلاتة الصبح تلاتة بعد مصليل. بيصل لتليفون انه بايه يتوفق. وان بلو يسوع انه عن جد ما بتلقى كلمة شو باك يا زلمي انه هيك بغرة. بس فعلا هيك صارت متل ما ام خبركم. وبتذكر اول ما اخدت الخبرية وهيدي شغلة ما كنت حيبة بخبرها بس امونياز جدينا شجعني شوي. بتذكر اول ما اخدت الخبرية اللي هي عجد شوك. اول شي عملته اني حطيت غنية وثانكيو جيزيس تماما ميديوغوريه. واقعدت معي ما بعرشي ربع ساعة من الساعة ما بتذكر اديش وقت. بس اقعدت معي بالثانكيو جيزيس لانه كانت بيني وبين حالي عم قلو ربي انا مش رافض اطلع عن ماشيئتك. بحيل له لحظة. خاصة خاصة بأصعب اللحظات انا رافض اطلع عن ماشيئتك. عن جد بدي النعمة اني تقول لك تانكيو بكل بكل تك و بكل لحظة. وهيك صار. وهيها مخبركم ياها. هتقلكن بس انه قديش قديش النعمة كانت كبيرة بالصعوبات يعني زينا قالت شغلي وما حق مية بالمية. ربنا ما بيبعت التجارب وما بيبعت الصعوبات بس ربنا بيرفقنا فيهم. وهيدي بعتقد كانت اكتر مرة بحياتي حسس حالي محمول يلي هي بها الظرف. وقديش كانت نعمة كبيرة علي بلحظتها يعني. هلا اليوم ويني وين صرت نقلكن انه انه بما ما وتتباية عقدت شوي القصص اكتر من ناحية لانه صارت مسئوليات شوي تمنعني ان ادركوا روح. بس بنفس الوقت الشي الثاني اللي كان عم بصير انه بحديثة مع الكميونوتاي كمان قالولي انه ما عندهم محلة الي بصفتي كحكيم. لانه اخير تنهار اليوم الكميونوتاي بعد شوي جديدة مانا فيليا لمستشفى يعني ماني قادر كون عم روح ومارس الطب. وانا ماني مقتنع اني عملت 15 سنة 30 لكبهم بالزبال يعني. فبين كل الظروف عبعدها كانت عم تدلي وكأنه اوكي كونساكري اوكي سليبا بس محلك بعد ما انه تدري محلك هو العالم. وهيك صار. اليوم نحنا عنا الجروب طبع الميساجي دو ماري امريكا. مش مسمينهم 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 لأنه احلى الكلمة يعني بس انه هو نفسه نفسه الجروب. وكمان من 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 الفروتس طبع اللي بلشو عبر رجاد وزينا يعني هي نفسه روحانية وكمان عنا الستاتيو يلي عطتنا ايها المادرة ويلي باركة من من العذرة بالأباريسيون. ناس عن جد والعنين لا يسوع عايشين كلهم لا يسوع يعني كل واحد في نسميه بالاسم يعني مادا ساند يروبا كل واحد بالاسم عايشين كرماله كرمال يتقربوا منهم وبنفس الوقت مع عيالهم ومع أولادهم. ابدا متل المساجة طبع لبنان يعني بنفس الروحانية وهالحب الكتير قوي لا يسوع. هون كم صورة عم فرجيكم ياهن هيدا الصورة التحتينية هيدا على أول بس الكوفيد كان كتير قوي وممنوع التجمعات وهيك كنا رحنا وقتا على باركينج الكنيسة وصلينا كم مرة بره او بلنار يعني هي بس بس كفاينا وموقفنا ووين اليوم من الدعوة بقلكم انه بعدني اكيد ملتزم بالساليبا وملتزم بالكونسيكراسيون فيني اقلكم ان عايش فرح كتير 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 كبير يعني بوعى عم بشكره وعم سبحه وبنام عم بشكره وعم بسبحه وهالفرح الكتير كبير اللي عايشه هو اللي براف انه انا اليوم هاللحظة انا بعرف اني عايش مشيئته بكرة وين رح كون ما بعرف صلاتي دايما كل يوم بقوله ياربي شو ما بدك ساعة ما بدك وين ما بدك وكيف ما بدك بس اليوم انا بقناعة تامي اني عايش بمشيئتك لانه هالفرح اللي جاي هدا منه مني هدا مية بالمية منك بآخر صورة بدي فرجيكم بدي فرجيكم كمان ارجع ارتكن على نفس الصورة اللي هو يسوع فيت على وراشاليم على الحمار لانه بدي اطلب منكم طلب بس هلا يصير الوقت الاسئلة بدي اطلب منكم بليز تساعدوني ما بدي كمبليمان ما بدي إلاج وما حتى بدي كمانتار ما تفهموني غلط يعني ماني عمقولة بنقص حب العكس بس انا لكي كنا انسان راسه شوي كبير زيادة عن زوم وكتير بيتسارع مع الكبرية فساعدوني بس ضلني مركز على هالصورة وضلني مركز على مين انا ومين يسوع جدا شكرا لكم 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 ما اكحق بس أنا بوقتها كنت عم بقريها ووقتها عم حس يعني أنا كان كمان عندي هالصورة براسة إنه الأبستاكلات عم تنزل فكنت عم جرب بالدسترنمان افهم وين بدوين يكون وبس كنت عم حسها الأبستاكلات عم تتكسر قدام طريقة وليعم يمكن لازم الحق هون يمكن يمكن بوقتها كان غلط ما بعرف بس بعرف بس بعرف أنه يعني آخر تنهار نحنا الطريق اللي بنمشي فيها بنمشي فيها بقلبنا وقلبنا مع يسوع هي الطريق اللي ربنا رح يوصلنا فيه على الأداسة اللي هو بده إليه لألنا يعني فما بعرف تايم ملتال أمان أنا بحالك إلاج بس أهم حكيم بأهم بأهم مستشفى أمريكا كثير كثير بأهم اشتركوا في القناة 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 واحد منهم هو أنا اللي بدي أقوله أنه الأوريزون يلي حكيت عنه مش بس أنت كتاب تاخد هيدا السور اكشي بتنقول هالسور لغيرك واحد منهم هو أنا بكتير أوقات وين كنت كون عم بصلي لجواب أو كون عم بطلب منه مثل شي معين بيقدر يستعمل الأوريزون تبعك لا يقدر يصلي وهيدا الشي هيك عطول بشوف قدي يسوع حلو بهيدا الشي بالأوريزون تبع الإخوة وكتير هيدا الشي بيدقرنا من جوا بخليني كون سير أكتر وأكتر متعم أبي يسوع لأنه بقل له أنه مش معقول شو طيب أنه بتستعمل الأوريزون الغير كلمان تقدر تحكين إلي وسو بشكرو عليك عن جد شي أفخار لإلي يعني هيك support system مثل ما بقوله وفي شي هيك دوع عقلبي وبدأ لك هي يلي هو the gift of teaching يلي هلأ أجي كمان أجي أجي كمان أجي كونفيرما سيوم من جي بي و باميلا إنتا أم بتحكي قلت مش معقول قدي الفيديو يلي قلتو سوري الفيديو السور يلي حطيتو وطريقة كيف أسرت فيها الأوريزون قدي فكرت بدي أبعطها لعالم بس لا يعرفوا شو الأوريزون شو steps الأوريزون وهني كتير دواله سنت اسبي بقلبي يلي هو gift of teaching وكتاب تقول لأ باميلا أنه أنه القفتة اللي هي عندها هي مشقلة هي لغيرة يعني السوتة والورشب اللي هي بتعمل وهي gift لغيرة نفس الشي بحس gift of teaching اللي عندك هي هو كمان للغير اللي لقلنا لنحنا كمان نشفوت اللي أنت عم بتتعلمه من ياسو فبدأ أشكر جيزيس عليك عنجد فوري 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 بس هيدا شكرا شكرا جيز حدا طلب إذا الـ powerpoint فيني ابعته حطيته على الـ chat آه أوكي وهلأ بعط لي يسابر آه واتساب آه زوجو أدوسو أنا بدي أحرجك وبدأ لك إنو جي كونفيرم هالكفت تبع teaching وزا بتتذكر في السمينار كمدك تعطينا يه أنا و بام وقايل عن مريم العدرة سوهلأ بدأ أحرجك قدم كل المساجة وقل لك إنو هيدا السمينار اللي كنت ناوي تعطينا إيه نحنا ثلاثتنا بدأك تعطي لك كل جروب المساجة سعاد المساجة وجادوا لحيتابع هيدا الموضوع أنا ويسأل لأنو كلنا عطشانين إنو نعرف أكتر عن مريم الحلو إنو بتخيل ثلاث أشخاص اللي كنت مشارك معن هيك تحذير هالتموانياش لتتون خزلوك وحكيو بقى أنا ملح 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 أطلع برات الزيح بدي بس أطلب منك تخبرون عن المقالة جلادة بس خبرها على صعيد سبيرتريال مقالة جلادة إذعى منك وما عندي وقت إذعى منك بس إذا فيك تخبرونيها لأنو أنا أخذتنا على صعيد سبيرتريال على محلاتي كتير بعيدة حتى لو بلشت عضحك وبحبك كتير مقالة جلادة يا جوال لا هالمرة مبلغ لا هيدا لأنو جوال أوقات بس تلفن له ما بت أنو ما ديما بترد يعني وقت غير عن وقتها فرقسة بساعات فوقت تلفن لك مرة وربعهم ما بترد باكن دل تسألني ليش ما بيزعل وكت جوال ما قالي جدي أزعل اللي جدي أزعل أنا هلأ خلص ما معي وقت ماشي الحال بس تفضي بترجع بالتلفنين لها يعني بس إنو هي الخبرية ما فيها شي بس هي كتير أخذتها روحية أكتر لحظة بس أنا مضطرة أفتح الميكرو يمكن هي ضحكة وهي نكتة بس أنا بكتير محلات بحياتي لما أجي هيك حدا يجرحني أو حدا يزعلني هاي دي النكتة لكن دايما تنكتها معي ترجع هيك توعة اسمع الجملة بقلبي يقول لي ما عنديك وقت تزعل عنديك وقت تحب ما عنديك وقت تزعل فأنا هاي دي النكتة أخذتني عصائيات سبريتوية لع محلات كتير بعض آمين 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 هاي جورج آمين آمين أشي خلني حط كاميرا تتشوف وجه كيف أول شي آمين آمين أول شي جورج أنا لحظة لني عزيح ما رح أحكي ولا كلمة بس أقول لك أنه تفاجأت أنه عائلتك نخول مش أمريك أنا بحثة جورج أمريكي أول شغلة تاني شغلة آمين ما بعرف إذا السؤال يمكن يبين بايخ بس أنه براسي كتير عميق يعني إن شاء الله يوصل عمقه متل ما هو بس يمكن الكلمات ما يكونوا عميقين قدل معنو آمين أنت عم تحكي كل التموانياج بصراحة عم بسأل حالي إنه طب أوكي جورج هلا تخيل حالك رحك بشمان دعوة شو كان تغير يعني شو تغير بجورج كان غير اللي عم بسمعه اليوم لكن العلاقة هي الأساس العلاقة طالب أني أكبر فيها وعن بكبر فيها وربنا عم يعطيني وعن يعطيني كتير هو السؤال وين هو عايزك ووين بده يك تكون ما بعرف يعني أنا في ناس بالكوميناتية بيوجودهم بالكوميناتية جذبتني للكوميناتية وجذبتني للدعوة ويمكن لو ما كانت موجودة يمكن ما كانت تكون مع الكوميناتية يكون محل تاني فما بعرف ما في نقلك بس إنه إنه طبعا ربنا منه منه محشور بمحل معين ومنه محشور بقرار يعني وقته قلبنا عنده رح يحكي معنا محل ما نحن موجودين يعني ما رح ياخد مننا وما رح يضربنا بقرار بس رح يليحقنا محل ما نحن ماشيين يعني فما بعرف شو كنغير بس بتأمل أنه وين ما كون كون إجري على إجره يعني هايدي أكيد أنا أبكد لك أمين Love you Same بولوس مصوار مصوار للجميع مصوار للجورج هاي بولوس أنا بدي إليك شغلي بدي إشارك شغلي أول ما ترفت عليك سألت القصبة مين جورج شو هو جورج وشوية شوية العذرة صارت تكشف لي صارت كل ما كون عم بعمل أوريزون صارت تجي براشيبتها بقلب الأوريزون يلي أنا عم بعمل اليوم فهمت أكتر وأكتر أنا شاركتك كذا مرة بسور وكانت عم شوف حالي حدك بأشية روحية كنا عم نتشارك فيها أنا وياك كمانا بهول الصور اللي بدي إليك ياه اليوم فهمت أكتر شو نوع العلاقة يلي موجودة بينه وبينك وشو بدي مننا العذرة جورج يمكن أنت يعني اللي حكيته يمكنك كتير بسيط بالنسبة لإليك بس بالنسبة لإليك وبيدي أحكي عن حالي أنا رجع عملي ري أورجانيزازيون إذا بدك لحياتي ومسيرتي الروحية الديسبلين يلي إنت مشيت فيه والوعي بكير يلي إنت عم توعي يا كرميل تقصد إنك تقعد مع يسوع ما بتمره مرور الكرام عنده المناولة والإفخارستية يلي كل يوم بتعمله ما بتمره مرور الكرام معه كل شي كنت عم بتحكي الصور يلي حطيتهم يعني على لحظة أنا لحبالي شهود بالهوريزون بدي لك لأنه في محلاتي معينة رجعت هيكي ضويت اللي عليهم رجعت هزيتهم فيي وبشكر العذرة لأنه عطتني هيدا لكدو وتذكر أنه أول مرة ترفت عليك بعشرة تاني يوم تالت يوم اللعنة سوى وهاكي لما الرابة بيجمع ولاده بيكون روح القدس بالوسط و بيرسلهم تنين اتنين اليوم بدي إشهد لعمل وبيناتنا تنين اتنا و بشكر السامة على جورج شكرا لك شكرا لك شكرا لك فسوري أنا البدي إليك أنه what happened in my heart today with your testimony was an explosion of love عطريقتك عطريقت هو بس والعطلي قلبي شتأت صلي صلي فريمو يعني إركع مش صلي عادي و يمكن ليلة المرات اللي شفنا بعد بس كتير نميتني بي روح القدس و it happens always with your messages and your answers and your confirmations whatever روح القدس it's becoming a person and very important in my life and you are part of this growing with him so بشكرك و بشكر روح القدس و please keep me in your prayers حبك كتير عددني always thank you thank you thank you rita لأنك كذبت ريشار منصوار كيفك جورج منصوار سبب بللك كيفك حكيم أو بللك كيفك جورج لا لا جورج please أول مرة بسمعك ولا شك أنت إنسان تسمز كتير متوديك براغماتيك ما بعرف شو بدك تسميه وأنت قلت إنه ما بعرف إذا سمعتها مضبوط رأس كبير ما بعرف هالشي قد يتناقض مع أنك أنت تكون low profile ومتوضع بنفس الوقت يعني يعني هين واحد ضغري يفوتوا ويسألك ولا بدك تفكر مية شغلة أو أنه هالمعلومات أو هالخبرة اللي أنت مختبرة عم تخليك تخلي حالك تحس أنه عندك فوقية شوي عن هالمؤمنين يلي هني بحاجة لعطش ما توخزني عسوة يكون استفزائي بس حبيت أسأله وانتبه منسأل حتى نكبر مش بنسأل لو نستفز بعض هالباك بالعكس مش استفزاز السؤال هو دايما أكبر خطر بالصلاة وبالأوريزون أكبر خطر هي الأرجوي سبيرتويل أكتر حتى من الأرجوي العادي يعني مش أنه أرجوي أنه ما بعرف واصل وحكيم وميتوديك أو هو الأرجوي الأكبر اللي أنت عم تحكي عنه أنه ليك أنا شو اختبرت ليك أنا شو صرت أحسب منك هيدا أكبر خطر يلي هو موجود ويلي ليك ما أنا يعني ما فيك تحارب الأرجوي تقول أنا بدي أكون أمر أنا هيدا بخبرتي ما فيني أقول يا رب بدك تعملني أمر الـ الـ اللي كمان كتير قوي سيد الأرجوي أصي مش أنه أنا بلو ربي أنا بعرف حالي بتكبل أنت اللي بدك تقدر تخليني بطل أنت اللي بدك تغيرني لأنه هيدا واقع يعني ما وكون كزابي زال غير هيك ما فيني حتى أطلب الأرجوي ما فيني إن كان على الصعيد سبريتويل أو للغير سبريتويل وإن هلأ لو يتحطم هالكبريا قدي عم تحس تمكن تأذي عالم لك بنعمته بتأمل ما كون عم بأذي عالم ما بعرف ما بقدر جاول قولي رب بتأمل النعمة تكون أكبر لأنه آخر تنهار بعدني بقلك كل شي بيشتغل لمصلحة الناس اللي بيحب الرب وهيك يعني مش هدف أن يكون عم بأذي حدا هدف يكون مجدو اللي عم يبين بس أنه بعدين بإنسانية والواحد أكيد أكيد متكبر يعني يعني يلي 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 بيظن حاله منه متكبر هو أعترض زي متكبر لأنه منه شايف التكبر اللي عمه بس يمكن هيدا موضوع موضوع بحد زيت وهيدا بس يمكن إذا بتعرف عليه شخصيا لجارج نحنا كلنا اللي منعرفه يعني ولا ما بعرف مش أنه ما بعطيه أبدا بس ولا مرة حسيته متكبر وأنا بمزح معه أصد هيدا المسح أهم ما حكيين أدما هو بحس أنه هالشغلة يعني أبدا أبدا ما عنده إياها وما فيك تعرف أنه يعني هو اللي تخيز شخصيا وكل النس اللي بيعرفو دو بري أكيد يل يمكن هاي نحن تعرف عليه أكتر شخصيا لأنه كتير بعيد عن هالشي أنا يعني بتجرأ وقول هالشي ريشار تانكيو لسؤالك لأنه التواضع والأورجو سبيرتويل والإميديتا هو موضوع بحد ذاته لازم ناخده مرة في مرشد كنا عم نحكي هيك عن هالنقطة قال لي أنت بتتوقع أنه الكون كله بيبروم وبيدور وبيخاف من الشهوة الجنسية والجسدية قال لي بسادي الشيطان معرفة قال لي هاي منها أكبر خطيئة قال لي آه قال لي أنت فكر شو أكبر خطيئة لوحدك أكبر خطيئة هي الكبريا وهيدا اللي نتلاقى بالرب وهيدا الشمين ما بيمتقل للتواضع إلا وقت اللي نتلاقى بوجهه وهي جاد بس كلمة كلمة واحدة كمان اللي ريتا واللي كتير حلوة أنه على قصة التواضع مظبوط والشيطان وقع ل بس هي الجستيس طبعا ربنا حكمة ربنا والجستيس طبعا وأنه اللي دعس على رأس الشيطان مش الله مريم العذرة يعني هالإنسان الكتير متواضع واللي كتير متجرد بالجستيس طبعا ربنا هو هالإنسان من الضعيف من الضعيف المسلم أن رب هو اللي دعس الشيطان ومش حدا تاني صحيح ومريم العذرة نحن الشعود تبتهي اللا إلا وبتعزم وبتحكي كتير عنك عذراء وعذريتا إنما يلي جذب قلب الرب مش عذريتا إنما تواضع هي بتقول تعزم ونفس الرب وتبتهج ونفس بروحي بالله مخلص لأنه نظر إلى تواضع لم ينظر إلى عذريت لم ينظر لم ينظر باب الموضوع هذا كتير كبير وكتير حلو تانك ريشار لأنك سألته تانك جو لأنك بتواضع جو بتواضع جو انو لأ عنده إياها شوي وهيدي بتروح لا نلتقى فيه هايدي هايدي مثل سامحني يا رب لأنه أنا عشار أقرب منك والتاني بقله سامحني لأنه أنا خطير خطير خييها نو ما ما وصل لحق جورج لأ حاجك عتلنين لا أنا يلا عتلنين هم جورج اللي جاء وابو جورج كتير أحلى من أنتم فاكرينو عنو لأنو التواضع الكبريا هدا شي بيضل فينا وهدا كونفلي كل حياتنا من موت معو صحيح 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 شكرا جورج سانا هاي جورج هاي صحيح 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 أنت نحا مرسي على التمونات أنا عندي سؤال وعصيرة الاملتة والتكبر أنا برأي أنه أكبر املتة هو أنه واحد يعترف أنه هالأدم تكبر مثل ما قالت زينا أنه يلي بيعرفك يعني كيف أنه فرست امبرشن أو حتى إذا قاعد معك أو حكي معك ما معقول يظهر ب كونكليزيون أنه هيدا الشخص ما تكبر أتقول يعني أبدا عن جد ما بتشبهك بس بطريقة حكيك ومثل ما قال جد بجوابك حسيت أنه الأبوجي طبع هي أنه عن جد ندل شايفين أنه نحنا متكبرين which is something أنه it's something normal بكل حياة وحد بكل شخص مننا سؤال لألك نحنا نحنا نفكر أنه مثلا الأبونا اللي قاعد بها القوضة وحده أنه kind of ما بيتعرض ل إذا بدك تنتسيون هيدا هو عايزة أنه تسمع شي من يسوع أو عايزة أنه تشفى بمحلات معينة بشكر الله على هيدا هيك الترانسفارانس إذا بدك أو أكتر هيك لأكلاغتي اللي رب عتيك تقدر تعمل أن تكون confident in in God و بنفس الوقت يعني أنا هيدا اللي عشتو معك بمدقوري was too strong and too confident it cannot be but led by the spirit okay so I feel that you are led by him هيك كيف كأنه هلأ يعني عم تجيني هيك صورة عقل بي أنه مثل الطير يلي بيتير مثل العصفور هيك اللي بيتير وهالقد خفيف وبيروح وين ما كان وبينط وين ما كان وبيقدر يوصل عقعلى الشجرة وبيقدر يكون عالأرض و يعني هالفلكسبلت يلي عطيها للروح الأدوس كتير قوية فيك وأنه إلوج بس عم خبرك وم بقدر ما خبرك بقى جاوبني على هيتك السؤال بليز ليكي سأنا أنا السؤال صراحة بسطو التنتاسيون موجودة دايما وموجودة وين ما كان الواحد أنه حتى حتى بالكوبل التنتاسيون موجودة أنه في الواحد يطلع برات الكوبل ف ما بعرف كيف ده إليك أنه يمكن لو الواحد معزول بتكون التنتاسيون أقل بمحلات معيني يمكن بتكون أقل يمكن التنتاسيون طبعا السكسويل بتكون أقل التنتاسيون يمكن بتكبر أكتر فبعتقد أنه ماني عم عيش شي كل شخص مانه قادر يكون عم يعيشه حتى بالكوبلة أو برات الكوبلة أو بدار أو محل مكان وآخر تنهار الواحد بيعمل اللي فعله وبيقول النعمة بتسكر بتسكر الفرق يعني ما بعرف يمكن مبسطة شوية أو جواب بسيط بس بس ما بعتقد أنه التنتاسيون اللي عم عيشها أصعب من حيالة تنتاسيون وحيالة شخص بيعيشها بالمحلات اللي هو عنده فيها ضعف أنا نتبعي ما كان قصدي تنتاسيون سكسيال بس أنا كان قصدي مثلا تنتاسيون طبع الحياة الاجتماعية اليومية عارف كيف يمكن تقلي رولاسيون مع الكوليكس طبعك ما بعرف بس الحياة يعني الحياة الاجتماعية اليومية ما بتناقض أنه تكون عيشة بعلاقص هاك قوية مع يسوع بالعكس يعني أنا ألاحظ هو الواحد بيكون متأمل أنه يكون عم يقدر يخذل حل ما هو يكون عم بيكون لا تقول أنه الواحد يعيشته بيشهد يعيشه بالمجتمع يعني يعني بعتقد اليوم خاصة هلا بلبنان بعد مش هيك بس خاصة برا يعني بالأمريكا وبالبلدان الأوروبية في كتير في كتير استيلتاء على الكنيسة ويمكن أصعب لشخص يسمع لإنسان لابستوب لو كان خوري لو كان أخ بينما اللي مثلنا اللي مثلكون يلي عايشين بحياتهم الاجتماعية قدرين يعطوا تموانياج مع الأسف بإيامنا الناس منفتح لقلوا أكتر فيمكن قدرين نوصل بساج أكتر مع الأسف برجع بقول كمان يعني بس اليوم هيك العالم شوي صاير قسطيل على كل شي خاصة المسيحية ما بعرف إذا عم جاوبك ولا لا مبالا يمكن كمان رجعت أخذت جواب وقت أنت قلت أنه يمكن اللي أنت بتعمل لك اليوم لأنه تشعر لك 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 جورج لأنه قلت أنه وقت توقف يمكن بتحس أنه صرت مع أنه عندك وعندك تعصيب وعندك كل هول ومارسي كتير على الصور يلي بعدتون لأن أنا لقي كتير صعبة مثلا أنه أعمل أوريزون بس من تكست يعني أقرأ تكست وقعد كيف أنت كنت عم بتقول أنه ما بقدر عشر دقائق بصير عشر تليف فكرة بتجي عراسي بس أنت وعم بتفرج الصور كنت تقول أنه هاي نص ساعة وهاي نص ساعة وحسيت أنه عن جد أنه كتير حلو أنه بس إذا عادت وتأملت فيها وفتت بهال إجزرسيس اللي عملنا بالأوازيس دولابي بترجع عن جد بترجع أنه بتعيش هالإدنتيتي اللي أنت حكيت عنا بقى مرسي عالتيمونياج أنه كتير كتير و هيك يعاني يمتز بإمكاننا شكرا 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 فراس شكرا جورج شكرا شكرا هاي كنت كتير كتير و هاي يتباليش أول شغل فتحها ريشار كان عم يحكي عنا مش معقول حدا يكون هالقدة بيحب العذرة والعذرة هالقدة معه ويكون متكبر حتى لو انت قبدك تكون متكبر ما فيك تكون متكبر مع العذرة العذرة بتخليك متواضع هي بتعلمك انا ما بعرفك قبل بس ما شفت انت قلت انه انت بتحس حالك متكبر بس انا ما شفت بولها مطرح من هالتيمونياج انه انت متكبر بالعكس شفت كتير متواضع الشغلة التانية بقلك انه بعرف انه انت اخدت انه في عندك دعوة وحلق ماشي اذا بدك طريقين بس انا ما بشوف انه هن طريقين بشوف انه طريق واحد انت حكيم والطبيب الاكبر هو كان يسوع للي كان يشفي كل المرضى انت في عندك نعمل كل حكيم في عنده ملكان حارس ملك الحارس التاني بيجي بساعدك وقتل بخوت لعندك مريض تاني تا انت تساعده بدي اسألك سؤال مع المرضى للي بتشوفهم بتشوف فيهم يسوع هادا المطلبك اليوم اوقات هايدي بناس اوقات صعبة بناس اكتر يعني بس جرب بتجرب بتجرب هو بيبين لك يسوع لا لانه اللي عم تعمله ما بيتعرض ابدا مع يسوع لانه العيش اللي إليك انت بنظري انا بقول انه في عندك وقت اكتر بعرف انه للي بيعمل عائلة هيدا الشي كتير مقدس بس كمان بيكون في عندهم وقت اقل و يمكن ما في عندهم وقت يعمله للي انت عم تعمله وبزيت الوقت انت في عندك الحرية انه انت كل يوم عم بتشوف يسوع عم تلتقفي بشغلك وبرات شغلك كمان بترجع بدك تاخد ترجع موعد منه وترجع بتشوفه مرة تاني دونك ربنا عطيك هالنعمة وانا بقول لك انه ما يعني ما بعرف لانه كان عم بيحكو وانت عم تحكي انه انه بكفي اعمل حكيم ولا بروح بعمل ابونا ولا راهب ولا انه لا انا ما بعرف انا هيدا رأيي الشخصي بقول لك انه انت متل ما عم تعمل هو على اكيد ايرادة ربنا واذا ربنا بده منك شي هو مش لاح يسكر لك البوايد بس لاح يفرجيك الطريق للي لازم تروحه ربنا ولا مرة بيسكر البوايد مارسي كتير لقلك وابدي اقول لك العذرة اليوم بتسلم عليك مع انه انا ما بعرفك وما كانوا خطين اسمك باول فيديو بس اليوم سيقبت انه كنت بالمدعي في عنا اجتماع وهيك قبل ما اظهر كنا شوي لواحدنا جاءت طلعت بالعذرة وعم بتقلي هيك قلتلي الشخص للي ما بعرف اسمه يا عذرة بس ما بعرف ليه انه جيت على بيلي وهي حطته العذرة يعني العذرة هي ذكرتني فيك مع انه ما بعرف اسمك بس العذرة عطول لفتك الطوبة ولا ممكن تكون متكبر حتى لو انت بدا تكون متكبر برجع بقلك العذرة ما لح تخليك تبين انه متكبر لانه رح تكون لختك الطوبة لح تكون هي اللي مبينة مرسي ليسو علي بقلبك وسوري اذا اطلعت برات الخط مرسي مرسي للكوميت وردي مرسي فراس انت وريتا لارد برات الخط مرسي كيرا على السوار اللي تبعتنا ايه هون لكن منكون فيون ان يونيو من ريو ديوبارك ان شاء الله تكون عم تحمل لها صلواتك كلها وأنا بدي اسألك سؤال جورج لاحظة ادور جدا بدي اسألك سؤال بي اللي اللي عملتوا مع الكوميروتين اللي بعدك يمكن اتعمله وصلت لمحل قررت فيه انه يمكن حتى تقدر تخدم طالما جوابهم كان لانه ما فيه محل لألك كطبيب لانه بالاخر متل ما قلت ان الارغانيزازيون تبعولهم ما عندهم هيدا السرطة والحاجة لهيدا الشي اليوم بيش بي تصلى و بدي سرنما كتفكير بشري تتفكر برهبانات تانية قطعت على راسك هدا شي قطعت على راسي هالشي وفي كذا رهبانة هون بامريكا يلي عندهم حضور اكبر هون بامريكا مثلا الفرانسيسكن وهيكا محل بس ما بعرف يعني هو بالحقيقة بالدسترنماع يعني في محلات حسيته اخذني عليهم باليام مع الكموليوتاة ما حسيت انه الوقت اني اظهر من الكموليوتاة اليوم بالعكس حسيته عم بيقلي انت اليوم محل ما لازم تكون بس اللي بطلب منه انا بطلب ما يكون عندي اتشمال للحياة اللي عايش انا برجع بالك اليوم انا عايش مبسوط فبدال اللي يطلب منه اقول له بس ظلت الاتشمال طيب اذا شنهار عايش يطلب لروق غير محل كون انا جاهز اليوم ماني حاسس نسي سرما وفي دعوة بغير محل بس بتأمل ما اكون مسكر يعني اذا اجد تب ان يتعلم لو تمتعلم أنت عندما نتعلم الويض من الوصول على الإمكانية هل تركز لفرادة بشأن؟ نعم لم أعدم لا أعدم من القمة اذا كان عرارة بشأن أمد أمد مرحباً بكل معنى لا هؤلاء في المرحبات وفي فرادة كأن هذا عندما أعطا الوصول على الكامل إن هذا الشيخ الوصول على الوصول على الكامل ويجب أن تذهب لآية ويمكن لأمد بالكامل أن الأن أنه لم يكن في المرحباً لا يكن على تربط kyامل إلا بعد سبع سنين عايشين بالكوميناتين بالأول دقاء هيدولي هيك كل ما شوفهم إجمالا مرة بالسنة بتجددهم لأنه سيتم فيه يعني إذا بدك أنيوال أنا الكميت من طبعي ما بشوفه أنيوال بس إنه هو في إتاب بس يكون واحد داخل برهبني بعد سبع سنين بيعمل بيعمل دي فيه پرمانان بيصير لتطلع منهم مثل الدفورس يعني بيصير فيه بروسيدور طويلة عريضة لتطلع منهم أنا مني بيهال مني بيهالمحل يعني بالدقاء إذا بدك إيه يعني بالنهاية أنت مع مع يسوع هيدا قرار خدتو أنه إن فرم دو رولاسيون وهاكي بس لأنه أنا عم بسعال هيك بش لأنه بش مقتنع أنه هو ما لزم يعمل لا أبدا بس أنا عم بسعال هيك لحد عارف شي ديدن جواب عن مي زينا بعد حطتتني براسة أنا باري إيه زينا براسة أنه هلا عم تفكر إنه إذا هيك لفل خطيئة من الأطفال إيه يعني إذا عرفت عك أحدا ونرمت من خطيئة هيك فهمك الموضوع هلا هي زورج أنا بعد عندي سؤال بالتيمونياش ربعك ما حكيت عن قصص برسونيل يعني شفنا يسوع بحياتك من خلال السلة يمكن الشي الوحيد الصغير اللي خبرته عن بي معيك حق مية بالمية وعملت عملت دي سرمان كتير عن الموضوع بتشوف قديش بحكي وشو بحكي إنه فيه قصص معيني يلي بطريقة معه يلي شفاني منه يلي بينهار من الأيام بدو ينعمل فيها تيمونياش لأنه في كتير إنه ينقال بس ما حسيت إنه اليوم كانت ناجي بعض أو وقته وما كان بدي ملي الوقت بإخبار يعني كيف خلقته وين رحته وين جيت يلي إيده منا نباين فيهن مزبوط فهل كم شغلة يلي لازم يجي وقت برأيي إنه ينحكوا يلي مش بعض وقتهن بدي سرمان ما حسيت إنه هيدا وقتهن مشان هيك جربتكون يعني جربتكون ترانسبران فرجي عن جد العلاقة اللي كانت عم تنمى بس مايك حق في كتير قصص شخصية يلي صايرة يلي طعت عليها بطريقة هيك شوي فلو يعني مرشي بكو جورج جميلze مرشي بكو جورج سيقالبرين يظهروا يا جيزي يرما بكو جورج يقول له جزي يتضح أن جزي كيف تساعد مريضك يقوى على المرض خاصة يلي بيعمل غزيل كلا وفائد الأمل؟ ما هي حسب بالمريض في مريض بيبقى بالوارد انه يحكي روحانيات وفي مرضى بصلي أنا وياهم وفي مرضى بتبقى شوية مسكرة عن الموضوع يعني بيحملهم بالصلاة أخير تنهار الواجب الطب اللي فينا أعمله بعمله الأصص الميديكال دايما رح أعمله الفشخة الزيادة يعني يا إنو بعمله مع المريض إذا كان أوبن أو مسيحي أو مآمن أو مستعد يعني مش ضروري يكون مسيحي أو بعمله بقدمو يعني حسب حسنا حسنا أليس كي شهد وأقوص على كل الأشخاص يلي لي يشهدون من بعده وأريد أقدم جميل السلاة كل الأشخاص يلي موجودين معنا يلي يحضرون اللي الي 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 ودايما أريد أن أخبركم أن هناك أشخاص الذين يحبون أن يصلوا إلى هذا المنزل لأنه يتواصلون إلى مكان لأنه يتواصلون على الوضع ويضاونون على الوضع شكرا جورج لك شكرا لك وشكرا لك شكرا لك شكرا نزل ولكن بائة شكرا لك إنديه درخي من Gold أنت ستكون في المسارة المتابعة. شكرا لكم على هذا يمواجه. شكرا لك يا ماري. من الزلالة في المسارة المتابعة في المدرسة المتابعة. من الزلالة في المسارة المتابعة. يمكن أن تجد في المرأة في المرأة في المرأة وهو سعيد من المرأة وإنت في المرأة تبعك أخذت بأخير سلايب برأسي جيزو وإنت بسرعة لحن نشكر الرابع على هذا الوقت شكراً لكيوسو شكراً لكيوسو Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Alleluia 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 شكرا